السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي يعني جسمه بالكامل مفاصلي يا دكتور والله بتقالمني مفاصل إيدي رجلي رأسي رقبتي أسفل ظهري لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين دال وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين بي 12 طيب هالأشياء هذه كيف بنعرف على طول مباشرة نعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين دال طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكلات كثيرة فيها فيتامين دال لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء أنا بأقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه بآلمني عضلاتي كلها بتنقح علي عضمي كله حاسه أنه فيه ألم مفاصلي كلها بتدايقني ليش؟ لأنه إيش؟ بيخش في كل الأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس طيب لي نفترض المريض بتعرضش وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة السابعة مساء طيب شو الحل؟ الحل أنه نعطي دواء اللي هو ما يسمى فيه فيتامين D3 هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات أو الإبر الإبر ممكن أنه يأخذها في العضل وممكن أنه يكسرها ويشربها طبعا الجرعات الأولية لما يكون عنده نقص في فيتامين D3 الجرعات الأولية عبارة عن 6 إبر كل أسبوعين بضرب إبرة في العضل هذا أولا ومن ثم بعد الثلث الشهور الأولى من العلاج العلاج وأخذ الدواء بيصير كل شهر يأخذ أمبول تمام؟ وبالنسبة لفيتامين B12 أيضا يعوض بالأمبولات B12 أو فيتامينات B المركبة سواء B1 B6 B12 هذه كل هي مهمة وخاصة للأعصاب فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو ثلاث أسابيع إلى أن يتماثل المريض إلى الشفاء ترجمة نانسي قنقر